طيب هنطلع كمان نشوف لقاء الزميل كريم مع عزيز عبد العظيم عزيز عبد العظيم ده محلل مصري مغربي عايش في المغرب ايضا وليه رؤية فنية في لقاء السبت الاهل يستحق ان احنا نضحي كلنا عشانه انا ما عملتش اي حاجة ده هم اللي عملوا وانت اللي بتعملوا وانت اللي بتساعدوا الناس كلها الاهل الكابت الخطيب والاهل يعني الكابت الخطيب قدامنا هو اللي حبيبنا في الكورة يعني هو اللي خلاننا نلعب كورة الاهل كيان كبير كلنا بنفرح لما هو يفرح ويفوز وينتصر انا لا تتخيل كانت مأساتي قد ايه لما في 2012 لما جال الخبر وهم بيتصروا علي هنا في الازاعة الخبر دي اكيد بالشهداء انا بكيت وانا في العربية مقدرش اتمالك نفسي كلنا بنضح عشان الاهل مش شرط نكون احنا لازم نكون جوه النادي احنا برا النادي زي جمهور التالتة بالظبط كلنا بنحب النادي يعني انا انا سايب شغلي من يوم ما جيته وكده ولكن كل حاجة فدى الاهل الحمد والله الله مالك الحمد الاهل بوجودهم الكابت الخطيب يعني بعد هزيمة 2017 هنا وانا كنت من الناس اللي كنت تعبان جدا الخطيب جاه كيان يعني اسطورة اسطورة كبيرة عارف يلم الفرقة وعارف يبني فرقة جديدة واحنا شايفين الوقت حتى لما كانوا رأينا على موسيماني هو ليه رؤية ليه رؤية وهو اللي يعني لو الخطيب مش ليه رؤية مين لا يكون ليه رؤية يعني اختياره جيه كويس جدا وموسيماني يعني اثبت ان هو مدرب قدير انا انبرح شفت التمرين بتاعه لا مدرب مش عادي مدرب يعني بكل تفصيلة بيركز عليها كل اي لعيب اللي ما بنفسش تعليماته يعني بيبقى يعني ليه وقفة معاه انا شفت التمرين برح كان قوي جدا اتمنى ان ربنا يكرمنا ربي بالعشرة وده كله والله العظيم البيبو يعني حبيب الملايين يعني انا عاشق له عزيز عبدالعظيم محلل ولكن عاشق للنادي الاهلي واضحة جدا جدا عواطفه عاملة ازاي وتقدير النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي كابتن الخطيب واعتزازه بين النادي الاهلي وارتباطه باحداث النادي الاهلي اذا كر حاجات مؤسفة الحقيقة وتفاعل معها ازاي والنادي الاهلي يمثل يعني جانب كبير من حياة ناس كثير جدا أعتقد أن المسؤوليات تتضاعف ويا رب كريمنا يا رب ونحقق هذا اللقب زي ما قلت لأنه لكل حادث حديث